موسيقى القوات العراقية تضيق الخناق على داعش في مركز تلعفر موسيقى ممارسات الحوثي تغرق اليمن بأزمة إنسانية موسيقى والبالونات سلاح يحارب فيه ناشطون في كوريا الجنوبية جارتهم الشمالية موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن العراقي إذ حققت القوات الأمنية العراقية تقدما مهما في معاركها لاستعادة مدينة تلعفر من احتلال داعش وضيقت الخناق عليه في مركزها ما أدى إلى انهيار دفاعات أفراد التنظيم وأكد ضباط عراقيون لأخبار الآن تمكن قوات مكافحة الإرهاب من تحرير حي الصناعة الجنوبية إلى الغرب من تلعفر إضافة إلى تمكن الفرقة 16 من السيطرة على مفرق السكك الواقع على الطريق الدولي الرابط بين مدينة الموصل وسوريا تم ردم الخندق اللي فاتحي فاتح العدو محيط مدينة الأحفار وإن شاء الله باشرة قواتنا بداية حي الربيع الشمالي بهاي الساعات وسوف يتم تدمير الجدار الكونكريتي اللي وضع العدو بين حي الربيع وبين حي الوحدة إن شاء الله وتباشر قواتنا بتجاه تلعفر نفس الدائدين هم القديم اللي هو السيطرة المفخخة والعبات الناسفة والسواتر الترابية والخنادق والقطع الكونكريتية ماكو شي جديد عدو وإحنا مستعدين كل شي جديد إن شاء الله أدو وبدأت القوات العراقية ببث نداءات عبر مكبرات الصوت باتجاه مدينة تلعفر خيرت فيها أفراد تنظيم داعش بين الموت أو الاستسلام بحسب ما نقلته وسائل علام عراقية عن مصادر استخباراتها وأشارت المصادر إلى أن أفراد التنظيم أصيبوا بالهلع والخوف جراء تلك النداءات وقاموا بهروب جماعي إلى مركز المدينة وعمدوا إلى إحداث ضوضاء للتشويش على النداءات كما أسقطت القوات العراقية منشورات تطالب المدنيين بالابتعاد عن مواقع تنظيم داعش وتعيدهم بفتح ممرات آمنة للخروج وأبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قلقها من نزوح آلاف المدنيين من تلعفر كما أكدت أن هناك نحو 30 ألف مدني ما زالوا محاصرين هناك العمليات العسكرية في تلعفر تسببت في فرار آلاف المدنيين وقال مصدر عسكري عراقي أن نحو 10 ألف مدنيين فروا من المناطق المحيطة بقضاء تلعفر غرب مدينة الموصل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع استمرار معارك استعادتها من داعش المصدر أوضح أنه تم نقل الفارين إلى مخيمات مؤقتة كانت قد أنشئت خلف الخطوط الدفاعية استعدادا لاستقبال الفارين مع المعارك وكان المتحدث باسم الأمة المتحدة ستيفن دوغاريق قال إنما يقارب من 30 ألف مدنيين محاصرون بسبب المعارك الدائرة في مدينة تلعفر العراقية التي تحاول القوات العراقية تحريرها من تنظيم داعش وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من استخدام المدنيين العراقيين دروعا بشرية بالإضافة إلى خشية منظمة من تعرضهم لعمليات إعدام خارية عن القانون أو انتهاك حرياتهم ودع المتحدث باسم الأمة المتحدة جميع الأطراف بالسماح للمدنيين بمؤادرة منطقة المعارك من جهتها حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة العراقية على بذل المزيد من الجهود لمساعدة آلاف النساء والفتيات اللواتي انتهك داعش حقوقهن بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء الماضي فمع تقدم الجيش العراقي واشتداد حدة المواجهة مع تنظيم داعش في تلعفر يزداد قلق المنظمات الحقوقية على الوضع الإنساني وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أنهم يشعرون بالقلق على النساء والفتيات اللواتي يحتجزن عند تنظيم داعش ولا سيما المنتميات إلى الجماعات الإيزيدية والأقليات الأخرى المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة من جانبها قالت أنهم تلقوا تقارير عن آلاف الأشخاص الذين يفرون من النزاع على مشارف تلعفر ومنذ الثامن عشر من أغسطس تم استقبال حوالي 1500 شخص في موقع الطوارئ للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الحاج علي وأكثر من 1700 شخص في موقع القيارة وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتجنيب المدنيين ويلات المعركة إلا أن كثيرا من الهواجس تؤرق المنظمات الحقوقية منها عملية نقل النازحين وتوفير المخيمات الملائمة لإيوائهم في الشن السوري قتلت امرأة وأصيب عدد من المدنيين بجروح إثر ضربات من الطائرات الروسية على قرية الشويحة بالتزامن مع قصف من ذات الطائرات على قرى عدة في ناحية عقربات في ريف حماء الشرقي يأتي ذلك تزامنا مع قصف لقوات النظام بالمدفعية الثقيلة على بلدتي حريتان وكفر حمرى في ريف حلب الشمالي ما خلف دمارا كبيرا بالممتلكات قالت وزارة الدفاع الروسية أن مركز المراقبة المشتركة لمنطقة خفض التسعيد في جنوب سوريا بدأ العمل في العاصمة الأردنية عمان وأوضح بيان صادر عن الدفاع الروسي أن إنشاء المركز تم وفق الاتفاقات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة والأردن مطلع الشهر الماضي وأضاف البيان أن المركز سيتولى الرقابة على نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التسعيد الجنوبية التي تضم أجزاء من محافظتي درعة والقنيترة السوريتين أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستعيد سفيرها لدى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية وجاء في بيان للخارجية القطرية أن دولة قطر تعبر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات وفي وقت سابق من اليوم ذكرت الوزارة أن محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية أجر اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواب ظريف أعلنت تشاد أنها أغلقت السفارة القطرية وأمهلت دبلوماسيها مدة عشرة أيام لمغادرة البلاد متهمة الدوحة بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا كما دعت تشاد قطر لوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل بغية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة في اليمن قدرت منظمات إغاثية أن نحو 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في حين تقول الأمم المتحدة أن نحو 7 ملايين شخص غير متأكدين ما إذا كانوا سيحصلون على الوجبة القادمة وأغرقت ممارسات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح اليمن في أزمة إنسانية طاحنة وحذرت الأمم المتحدة من أن طفلا يقل عمره عن 5 سنوات يموت كل 10 دقائق في اليمن لأسباب يمكن الوقاية منها عملنا بكل قهدنا للمعالجة ونظرا للظروف المعيشية التي تمر بها البلاد تدهورت حالته الصحية وأصبح يعني لا يتلقى العلاج ولا يأخذ الرعاية الكاملة الظروف المعيشية صعبة حيث أنا عاطل على العمل وعندي مصاب بمراب السكر ولا أقدر الوقوف على نفسي ولا عليه أشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل قصير بوكو حرام تضاعف تجنيد الأطفال في نيجيريا أحييكم من جديد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف في بيان لها أن استغلال الأطفال من قبل جماعة بوكو حرام المتطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية في نيجيريا زاد عن العام الماضي بأربعة أضعاف هذا البيان جاء بعد أسبوع فقط من دراسة توصل إليها كل من مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت وجامعة يال الأمريكية بأن غالبية الانتحاريين الذين تستخدمهم بوكو حرام هم نساء وأطفال تفاصيل أوفى مشاهدين في تقرير الزميلة ديما نجم مع تزايد الإجراءات الأمنية ضدها حول العالم تعمل التنظيمات الإرهابية على زيادة استغلال الأطفال لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الأبرياء مستغلة صغر سنهم في عدم إثارة شكوك حولهم في السياق أعربت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسف في بيان لها الثلاثاء عن قلقها الشديد بشأن الزيادة المروعة في الاستخدام الوحشي المحسوب للأطفال خاصة البنات كقنابل بشرية في شمال شرق نيجيريا مضيحة أن مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة أرسلوا أطفال لتنفيذ تفجيرات انتحارية هذا العام تزيد أعدادهم أربعة أضعاف على من أرسلوهم في عام 2016 بكامله أشارت يونسف إلى أن 83 طفلا استخدموا كمفجرين منذ الأول من كانون الثاني يناير من العام الحالي بينهم 55 فتاة غالبيتهم تقل أعمارهن عن 15 عاما و27 صبيا أحدهم كان رضيعا مربوطا بجسد فتاة بينما استخدمت الجماعة الإرهابية 19 طفلا في التفجيرات خلال العام الماضي اكتسبت بوكو حرام سمعة وحشية خاصة عقب اختطافها أكثر من 200 تلميذة في بلدة تشيبوك في شمال شرق نيجيريا في نيسان أبريل من عام 2014 في وقت تقول منظمات إغاثة إنها خطفت آلافا آخرين من الكبار والأطفال وتقول مديرة إحدى وكالات تقديم الاستشارات النفسية للذين تعرضوا للخطف إن أطفال في الرابعة من أعمارهم من بين 209 أشخاص تمكنوا من الفرار وساعدتهم وكالتها منذ عام 2015 مشيرة إلى أن الأطفال الذين يتمكنون من الفرار إما تحتجزهم السلطات أو ينبذون من قبل إسرهم ومجتمعاتهم تسعى بوكو حرام لإقامة دولة متشددة في منطقة بحيرة تشاد التي تمتد في أجزاء من نيجيريا والنيجر والكاميرون واتشاد وقد أودى تمردها الذي دخل عامه الثامن بحياة أكثر من 20 ألف شخص وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم يقوم ناشطون في كوريا الجنوبية بإرسال بالونات حرارية في السماء علها تصل لجارتهم الشمالية بهدف إيصال ما يحدث في العالم الخارجي لسكان أكثر لسكان أكثر الدول عزلة في العالم معظم الناشطين هم كوريون شماليون هاربون من حكم بيونج يانج تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة حنان ظاهر حرب هادئة تدور في سماء شبه الجزيرة الكورية منشورات بلاستيكية أخف من الريشة تحملها بالونات حرارية منزلية الصنع تدعو إلى الديمقراطية أو تسخر من زعيم كوريا الشمالية يرسلها ناشطون في كوريا الجنوبية معظمهم هاربون من أكثر الدول عزلة عن العالم ناشطون آخرون يرسلون وحدات التخزين الفلاش محملة بمسلسلات كورية جنوبية أو برامج وثائقية قصيرة حول الثروة الكبيرة التي يمكن أن يحققوها في كوريا الجنوبية أو يرسلون فواتيرهم المدفوعة بالدولار الأمريكي وفي بعض الأحيان يرسلون أغلفة طعامهم الفارغة الملطخة ببقايا الطعام حتى يرى الشماليون جودة الحياة التي يعيشها أشقاءهم الجنوبيون الكثير مما يرسله الناشطون من الرسوم الكاريكاتورية الساخرة أو المسلسلات الجنوبية المسروقة التي تحكي عن الحب المفقود لا تبدو خطيرة على الإطلاق لكن الباحثين واللاجئين الكوريين الشماليين يقولون أن المعلومات التي تصل إلى الشماليين عن الخارج ساعدت على إحداث كثير من التغييرات من لهجة محكية جديدة إلى تغيير في اللباس الخارجي وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية تقتصاد البلد الآخذ في الاتساع بيونج يانج من جهتها تلاحق الناشطين وتعتبر هذه المنشورات عبر السحاب ريحا صفراء على الرغم من أنها هي نفسها كانت تلسل منشورات مضادة ودعائية للحياة في كوريا الشمالية مدى تأثير ما يقوم به النشطاء غير واضح فالمهربون قاموا بإيصال المسلسلات الجنوبية والأمريكية لسنوات لكن هذه الأنشطة تستفز بشكل كبير حكومة بيونج يانج التي تعاقب بشدة حملات البالونات التي تحمل تحريضات سياسية على حكمها ويمكن أن تؤدي هذه الحملات لإشعال توترات سياسية قد تؤدي إلى تطور عسكري لذلك توقفت كوريا الجنوبية رسميا عن دعم هذه الحملات ودع الرئيس الجديد مونجي إن الناشطين إلى التوقف عن إرسال البالونات لأنها قد تؤدي لتطور عسكري هم في غنى عنه حاليا القلب ينبض حنينا وشوقا للعودة إلى سوريا هذا هو حال كثير من اليافعين الذين أجبرتهم الظروف القاسية على الخروج من سوريا متماسكين بعاداتهم وتقاليدهم على الرغم من بعدهم جغرافيا عن أجمل محطات طفولتهم إبراهيم هواش الذي غادر حمص برفقة والداته يروي لنا قصته وحيد لأمه يتيم الأب بعدما غدرت به رصاص طائشة خلال الحرب يعيش في مخيمات النزوح في لبنان لكن قلبه وعقله وروحه في حمص التي تركها مرغمان أنا عايش يتيم بلأب في البلاد وأنا أمي بدلت ألمني عادات التقاليد تبعيتنا في سوريا ونتمنى أرجع السوريا وعيدها العادات وعيدها التقاليد بتمنى يعني أرجع ترجع كل أهالي سوريا وكل من محتاج هنا نرجع السوريا يريد أن نرجع الآن السوريا صحيح أن إبراهيم كون لنفسه صداقات جديدة داخل المخيم لكنه يتذكر يوميا رفاق الملعب وزملاء الدراسة وكرم الوالد بتذكر بلدي وضيعتي وبيتي وأولاد عمونتي وقريبيني هناك وبيتي ما كان يحرمني مشيه الحمد لله وكل شي يعني ما كنا محرمين من شي ذكرياتك بالمدرسة؟ ذكرياتي بالمدرسة أصحابي أصحابي اللي راح ولا ما عمشوف منهم هذا والمدرسة كانت عنا تمام يعني ما كان يحرمونه من شي والأصحابي راح ما عمشوف ولا واحد منه يوميات إبراهيم حزينة فقد سرقت منه الساحات والأماكن التي شهدت على طفولته ليصبح يافعا في بلاد النزوح يتحسر على مفاته لكن الأمل يبقى دائما الأقوى نعبنا نرجع مثلا على ضيعتنا نلعب مع أصحابي بالشارع بالملاعب هناك نطلع نحن على المسابح مثلا نلعب كل شي يعني ما لازم نحن نكون في سوريا من هذا الظلم والله الظلم حرام يعني إن شاء الله نرجع إلى سوريا نحن بتمرين في أمل نرجع إلى سوريا إن شاء الله والسوريا بتظل أمنة أمنة الحنونة وإن شاء الله راح نرجع لها إن شاء الله بإذن الله إبراهيم ينشأ بعيدا عن الدار لكن والدته ورغم معاناتها الصحية والنفسية جراء النزوح تحرص على توريسه العادات والتقاليد السورية وعلى تربيته الحسنة والمسار الصحيح الله يهدي هالأوضاع إن شاء الله ونرجع لبلادنا إن شاء الله يا رب سالمين غانمين بجاة سيدنا محمد هيك بخبر ابني يعني بخبره كل الكلام الحلوى لابني ما بخبره عن كلام ما بيستوعه كل كلام يحلو الحمد الله له وهو يعني بيستوع بالكلام يعني بكلمه إياه أنا يخفي إبراهيم الكثير من المشاعر محاولا أن يدفنها ليتخطى المرحلة لكن وجهه يفضحه عند الكثير من النازحين اليافعين القلب ينبض سوريا فالعودة محطة لا بد منها ولو بعد حين لأخبار الآن تريسيا بيانتون لبنان نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير بعد سنوات من الوداد إدارة برشلونة تقاضي نيمار أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالا للقصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة النهار اللبناني التي نطالع منها هذا الخبر المنوع العثور على دولفين بدون أسنان يعود إلى 30 مليون سنة عثر في الولايات المتحدة على دولفين صغير بدون أسنان يعود إلى نحو 30 مليون سنة ما يثبت بحسب العلماء إمكانية أي تحول نوع حيواني ما بالكامل في غضون أربعة ملايين سنة فقط وأعتر غواص على الدولفين في نهر واندوفي كارولاينا جنوبية في الولايات المتحدة من أخبار التكنولوجيا مشاهدين نطالع من صحيفة الأيام البحرانية سامسونج تطلق تطبيقا ذكيا لمساعدة ضعاف البصر على الرؤية جاء في تفاصيل الخبر أعلنت شركة سامسونج إطلاق ريلومينو وهو تطبيق جديد للمساعدة البصرية يستهدف المستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر عن طريق الاستعانة بنظارة جير في آر للواقع الافتراضي وإلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين التي اخترنا منها لكم في الصحة القلب المغني لعلاج الأزمات القلبية ابتكر باحثون في جامعة ناشونال في سنغافورة جزيئا وصفوه بالإعجازي يدعى القلب المغني يساعد خلايا القلب على إصلاح نفسها ذاتيا من خلال تنشيط جين له علاقة بعملية انقسام هذه الخلايا ومشاهدين صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم تطبيق إلكتروني وساعد في علاج المصابين بارتجاج في المخ ابتكر باحثون أمريكيون تطبيقا إلكترونيا علاجيا يمكن تنزيله على الهواتف والأجهزة بكية للمساعدة في علاج المصابين بارتجاج في المخ وبحسب الباحثين فإن استخدام هذا التطبيق لمرة واحدة يوميا بتزامن مع باقي الإجراءات الطبية المتبعة يساعد في تحسين الأعراض المرضية بشكل أكبر وختاما مشاهدين نطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية تحديث جديد من فيسبوك يضيف مزايا هامة لتوثيق المشورات أعلن موقع فيسبوك عن تحديث جديد من شأنه إضافة بعض المزايا الخاصة التي تساعد في توثيق بعض المشورات بشكل أكثر دقة وتساعد المزايا الجديدة أصحاب الصفحات في إضافة عدة شعارات مختلفة إلى جزء جديد يسمى Brand Assist Library وستظهر بعد ذلك إلى جانب أي شيء ينشر نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا تنشط المهرجانات وتتزين المتنزهات والحدائق في المملكة العربية السعودية خصوصا في فترة الإجازة الصيفية التي تقبل عليها الأسرة بكل أفرادها سعيا لتنشيط وتعزيز السياحة الداخلية التقرير التالي ينقلنا إلى هذه الأجواء إجازة الصيف ننتظرها بفارغ الصبر نعد لها الأيام والساعات لنستمتع بها ونستريح من عناء عام كامل فعاليات صيفية ومنتزهات مجهزة حرصت أمانة منطقة الرياض بتجهيز كل وسائل الراحة ليستمتع الزوار بتلك المرافق العامة تسع أمانة منطقة الرياض دائما للتوفير الخدمات في كافة المرافق من منتزهات وحداغ الاهتمام بأمور الصيانة تجهيز محتوية الحديقة وتشجيرها اهتمام بنظافة دورة المياه ومحتوياتها الاهتمام في أعمال النظافة وأعمال التشجير على مدر العام تزداد كثافة الأعمال في موسم الإجازات والأمانة دائما تعد برامج خاصة لاستعداد لمثل هذه المناسبة وللتخفيف من شدة الحرارة قامت الأمانة بإنشاء مظلات ومراوح وأنظمة ضباب في الحدائق والمنتزهات والمماشي وفي كل مكان يكثر فيه تجمعات الناس هذه المظلات والمراوح تتمتع بميزة رش الرذاذ البارد مما يخفف من حرارة الجو ويصنع هواء باردا كالنسيم العليل محاولين بذلك خلق أجواء تعجب السعادة وتضفيد تنوعا ترفيهيا للأسرة والأطفال المظلات والمراوح وأنظمة الضباب لأظهر أن يرتفع درجة الحرارة الغير مسبوكة عندنا في مدينة الرياض رأت الإدارة كمبادرة منها لتلطيف الأجواء ولتشجيع المواطنين والمقيمين رياضة المشي واستخدام الساحات حتى في الفترات بداية الفترات المسائية لتخفيف من درجة الحرارة ولله الحمد بدينا فيها كمرحلة أولى عشر مواقع نفذ فيها تقريبا تسعين مروحة ضباب نفذ فيها أكثر من تسعمائة متر طولي من أنظمة الضباب ساهمت الحمد لله في تواجد عدد كبير من الزوار وثنائهم على هذه الفكرة وإن شاء الله أن الأمانة مستمرة في التوسع فيها على باقي المواقع بإذن الله فعليات وأنشطة حدائق ومنتزهات مهرجانات عدة وأفكار جديدة كل عام تهدف لاستقطاب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية وخلق فرص سياحية بديلة في أخبار رياضية أعلن نادي برشلون الإسباني رفع دعوة قضائية ضد نجمه البرازيلي نمار دا سيلفا الذي رحل إلى صفوف باريسان جرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أغلى صفقة عرفتها الساحرة المستديرة بسبب تهمة مخلفته بنود العقد بين الطرفين التقرير التالي والتفاصيل اتخذ الخلاف بين نادي برشلون الإسباني والبرازيلي نمار بعدا إضافيا مع كشف النادي تقدمه بدعوة ضد نجمه السابق المنتقل حديثا إلى باريسان جرمان الفرنسي للمطالبة بتعويض مالي بعد يومين من انتقاض أغلى لاعب في العالم مديره السابقين وانضم نمار إلى سان جرمان في أوائل آب جاري بصفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو هي قيمة فسخ العقد بين اللاعب الدولي والنادي الذي انضم إليه عام 2013 إلى أن بوادر سوء العلاقة بين برشلونة ولعبه السابق الذي مدت عقده معه في صيف العام الماضي بدأت تلوح في الأفق سريعا وبعد أيام من الانتقال وفي خطوة اللامتوكشافس والثلاثاء تقدم برشلونة بدعوة قضائية يطالب فيها نمار بإعادة مكافأة دفعت من قبل النادي على خلفية تمديد العقد إضافة إلى تعويض مالي وثوائد النادي الإسباني طلب أيضا أن يقوم سان جرمان بدفع المبالغ المطلوبة في حال عدم تمكن نمار من ذلك علما أن التقديرات تشير إلى أن المهاجمة سيتقاضى في النادي الباريسي راتبا سنويا صافيا يصل إلى 30 مليون يورو النادي الباريسي بدوره أبدأ أسفه بشأن الدعوة القضائية التي رفعها البرسا بحق نمار مشيرا إلى أنه التفاجأ بالبيان الصحفي للنادي الكاتلوني وإعلانه الشروع في إجراء قضائي في إسبانيا بحق لعبه السابق مشددا على أن نمار احترم مجمل القوانين والقواعد المطبقة ولا يمكنه سوى أن يبدي أسفه لأسلوب نادي بارشلونة المتخبط بقراراته الغريبة مؤخرا في خبرنا الأخير كشفت مجموعة من البحوث الحديثة أن الانشغال المستمر بالعمل يمكن أن يكون مفتاح الصحة الجيدة كما يساعدنا العمل على الحياة والتمتع بالقوة لفترة أطول وكذلك استمرار عمل عقولنا بشكل إيجابي ما يجنبنا مشكلات الخرف اللاحقة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين القوات العراقية تضيق الخناق على داعش في مركز تل عفر ممارسات الحوثي تغرق اليمن بأزمة إنسانية والبالونات سلاح يحارب فيه ناشطون في كوريا الجنوبية جارتهم الشمالية بهذا إذا مشاهدين كرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذن أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في مجزد الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة